بعد سلسلة من الفعاليات المميزة والعروض الملفتة لأهم المصممين المحليين والعالميين يستل ستار اليوم على فعاليات معرض الشارقة للعروس بنسخته الثالثة التي انطلقت برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمشاركة أكثر من 130 عارضاً ومتحدثاً متخصصاً في عالم الأزياء التجميل والمجوهرات وذلك بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات هذه أول مشاركة لمجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض العروسة وعدنا عشر عضوات مشاركين ومجالاتهم تختلف من الأزياء والمجوهرات والورود والطباعة ونحن كالمجلس نوفر الخدمات التي نحن نوفرها للعضوات وإن كانت مشاركة في مثل هذا المعرض أو معارض أخرى وفي نفس الوقت نعطيهم مجال للتواصل ويالعضوات الأخرى التي نحن عدنا مثل كل سنة المعرض يهتم كل ما هو جديد في عالم الأناقة والموضة والأزياء والتجميل اللي يميز المعرض هذه السنة عن المعرض اللي طافت أن المعرض هذه السنة فيه مشاركين أكثر تقريبا 130 مشارك مقالنتهم بالعام الماضي بحيث كان يضمن 110 من العارضين المعرض أيضا يستضيف عدد من المتحدثين اللي بيشتركون معانا في ندوات على الستيج طبعا تتكلم عن مختلف المواضيع مثل العناية بالبحران للمستضيفين الدكتور أحمد الحمادي ومستضيفين الأخ خالد العامري زوجته السلامة بيتكلمون عن الحياة الزوجية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي عليها احتضنا معرض الشارقة للعروس مجموعة متميزة من عروض الأزياء لتشكيلات مميزة من الفساتين وملابس المناسبات الجاهزة وعباءات الزفاف إلى جانب تقديم سلسلة من الجلسات الحوارية التي تعنى بكل ما يختص بالجمال والأناقة وكيفية العناية بالبشرة والصحة بالشكل الأمثل طبعا هذا المعرض من المعارضة المميزة وماشاء الله اللي اشتهرت بترتيبها المميز البي آي بي وأنا صراحة من الناس اللي أحب أشارك في المعارضة المميزة اللي من هذا النوع طبعا نحن كمشاركة نشارك بالعطور والدخون لأن هذه من منتجاتنا وأعطي بعد دورات في مجال تصنيع الدخون والعطور وعشان تذيء اليوم نحن موجودين هنا عشان نفيد أكبر عدد من الناس اللي حابين يتعلموا مجال العطور والدخون طريقة تصنيع الدخون الإماراتي معرض الشارقة للعروس فرصة قيمة أمام المقبلين على الزواج للاستفادة من خبرات المختصين بمختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية وتقديم النصائح لهم بكيفية التعامل مع الحياة الزوجية لبناء أسرة سعيدة انطلاقا من سعي المعرض ليكون وجهة مميزة وحاضنة لكل ما تحتاجه العروس ترجمة نانسي قنقر